الأزمة ما بالإمارة والجزائر مشيوك تكبر وغاديا القطيعة والسبب بطبيعة الحال دائما المغرب والمغرب كيردع لهم بعض السلح خطير جدا في المنطقة العسكرية الشرقية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لبناء من قناتكم المتواضعة على ميسكا واللي دائما كنتمنى منكم أنكم تدعمونا بالليلاك دعمونا بالبرتاج كذلك بالاشتراك وما تنسوش الإخوان دعمونا بكتابة التعاليق فعلى بركة الله نبدأ وصور بالموضوع فإخواني أخواتي اليوم المغرب في واحد الموقف قوة فبطبيعة الحال من اللي كتكون الدولة عندها دعم دولي الدولة عندها الشرعية القوات المسلحة الملكية كتمشي وكتدير مناورة ضخمة في أو مع الحدود الجزائرية وهذا الشي يجي تزامنا مع زيارة المبعوط الأمريكي هارش للجزائر ففي هذه المناورة تم التركيز وتم استخدام أسلحة الدفاع الجوي وراجمات الصواريخ الباعدة المدى فهنا قاموا باستخدام سكايندور 50 صينية واللي المغرب هو من قلة الدول واللي كيتفرع لهذا المنظمة واللي المدى ديالها كيبلا تقريبا 50 كيلومتر فهنا نتحدث على راجمات صواريخ مرعبة والمغرب كيستعملها هناك في الحدود مع الجزائر في مناورة عسكرية فهنا هاد الخبر شكو اللي سربته سربته صحيفة ماروك انتليجنز هي اللي اكدات باللي المغرب را كيدير مناورات عسكرية على الحدود مع الجزائر يعني الحدود الشرقية فهنا ممكن يكون بزيف ديال التساؤلات كيفاش ان القوات المسلحة الملكية كتنقل ارتال للحدود الشرقية وكتنقل راجمات صواريخ بهذا القيمة وبهذا الاهمية وكذلك بهذا الوزن فهنا ممكن سطحيا نقوله ممكن ان المغرب ترسل رسائل للجيران يعني كيستفزهم بهذا المناورات العسكرية ولكن هاد الشيران ماشي من افعال المغرب هاد الشيران ماشي من تصرفات ديال المغرب طبيعة الحال فهنا كنسمعوا الاستفزاز او استعراض الاسلحة عبر مناورات فهنا دائما كنعفوه الجيران يعني النظام العسكري الجزائري هو اللي مولف كيدير هاد الشي لكن المملكة المغربية الشارفة ماشي من تصرفاتها وهي عمرها متستفز الجيران هنا المغرب دائما الاختشي خطوة اكيد وراءها ما وراءها ما يعني الى انقل هاد الرجيمات وبضفوا مناورات عسكرية واللي جرت تزامنا مع زيارة ديال هاريش فهنا ممكن قولوا باللي هناك احتمال واحتمال يكون كبير باللي كان واحد تنسيق عسكرية بالمغرب والولايات المتحدة الامريكية وان هناك اتفاق وان الولايات المتحدة الامريكية اعطات الضوء الاخضر للمملكة المغربية باش يدير مناورات اذا الولايات المتحدة الامريكية هزت يديها بالعربية العربية يعني ممكن المغرب يدير في اي لحظة أو يعني ممكن للمغرب في أي لحظة يلغي المنطقة العزلة لماذا؟ لأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية المغرب اليوم رأي عنده كافة الضمانات المغرب اليوم عنده كافة الأسباب والمبريرات باش يلغي المنطقة العزلة لأنه ما كانش اللي غادي يقول على المغرب أنه ما حتار مش الاتفاقيات أو يعني ما حتار مش الاتفاقيات وقف إطلاق النار أو اللي توقعات سنة 1991 لأن المغرب اليوم هو ملف تقيل ما يخول له الحق التصرف في المنطقة العزلة كما يريد فأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أعطت للمغرب الحق أنه يلغي المنطقة العزلة وخاء أننا من كتكلم على المنطقة العزلة كانت تكلم على منطقة مغربية أراضي مغربية لكن كانت ما اتفاقيت مع الولايات المتحدة الأمريكية كان يعني احترام القانون كان الشرعية كان بزاف دير الأمور فهذا فيما يتعلق بانتصار للمملكة المغربية الشريفة على الأعداء أما الانتصار الثاني وهو دائماً المغرب غدي يعيش الجزائر في عذاب فبسبب المغرب الجزائر غدي تعيش أزامات بسبب المغرب الجزائر كتقوم باستنزاف طروت ديالها وأموالهم وغدي تبقى الصحراء مغربية كما كانت وكما غدي تبقى فاليوم كان أزمة ديبلوماسية بالجزائر والإمارات بطبيعة الحال المغرب هو السبب فهنا دائماً المغرب هو سبب تخبط الجزائر المغرب هو سبب عدى بالجزائر المغرب هو سبب علاقتهم أو سوء علاقتهم مع الكثير من البلدان وعلى رأسهم الإمارات المتحدة العربية اليوم العلاقة ما بالإمارات والجزائر وصلت إلى مرحلة العودة واللي غادي توصل إلى سحب السفارة وأعتقد أن الجزائر هي اللي غادي تسبق سحب السفر ديالها لأنها هي اللي ملفكة تحب السفارة العلاقة اليوم بالجزائر والإمارات وصلت لمرحلة القاطعة لأن الجزائرين وصلوا للسبحة القيادة ديال الإمارات هنا ما فعلته مؤخرا يعني الإعلام الجزائري المقرب إلى الرئاسة الجزائرية وأكيد الأجهزة المخابراتية الإماراتية رح عارفة بلي هاد الإعلام رح تتابع للكابرانات وكيتحرك بشكل مباشر من المخابرات الجزائرية وبالتالي الهجوم ديال السب واللي تعرضت للقيادة الإماراتية فهد السب وهد الشتم رهجة من الكابرانات فهنا إخواني أخوتي وصلوا يعني هاد الدولة الجزائرية وصلت إلى درجة حقيرة جدا وبالتالي اليوم هذا هو الرد الرسمي حسب مقرم أنت لجنسو اللي كيقول بالإمارات العربية دارت لقيحها فيها مجموعة من الأسماء سواء مدنيين عسكريين صحفيين سياسيين فعيليين وديبلوماسيين منعاتهم من الدخول إلى الأراضي ديالها فتحركت هاد الأسماء واللي منعت من الدخول إلى الإمارات ورسلت سافير الجزائر لدى الإمارات وفعلا حتى هو تحرك والتصل بالخارجية الإماراتية باش ياخد منهم توضيح لكن حتى الشي واحد ما تسوق ليه والخاطر في الأمر والإهانة في الأمر بالنسبة للجزائر اليوم تم منع بعض منهم من الدخول إلى المشاركة في بعض التظاهرات الإقليمية والدولية يعني رغم شي غير شي زيارة شخصية بل هادوك الناس اللي ديبلوماسيين واللي في الأعراف هاد ناسي لا ترفضوا وتمنعوا من الدخول شي دولة في الأعراف الدولية من اللي كيتمنعوا سياسيا من الدخول إلى دولة خصوصا هاد الناس كيمتطلوا الدولة فمن حق الجزائر تطلب توضيح فالأغراف الأمر أن الجزائر من بعد هاد تبهديلة بقد سكتة فمن المفروض يكون تحرك رسمي معلن من الخارجية الجزائرية يعني يكون واحد البالاغ لكن الجزائر ما تحركتش فهنا كانوا عارفين الإمارات رح ما هادش تسوق لهم وبقوا سكتين لعلوا عسل عالم ما رضلهمش الخبار لكن غادي تخرج ما غير مانطي لجنس وغادي تفضح لهم هاد الفضيحة والغارب كذلك فالأمر أن الجزائر كتعتبر الإمارات جزء من المؤامرة صاheitsيونية وأن المغرب معها يعني كيدروا مؤامرة ضد الجزائر فالحد الآن شنو كتتسنة الجزائر ما قطعتش العلاقات ديالها مع دولة الإمارات هاد الدولة اللي هي الجزائر كتتسب بالإمارات كتقول باللي الإمارات كتتتأنمر عليها مع إسرائيل الإمارات كتتتأمر عليها مع المغرب فعلاش غادين عندهم أصلا هاد السياسين او هاد ديبلوماسيين هو معلش غادين لوحد الدولة صهيوني يوقع تآمر مع الصهاينة ولكن هادشي ليدرت اليوم الامارات انها منعات هاد ديبلوماسيين السياسيين في المشاركة في تظاهرة دولية هي خطوة ذكية جدا باش الامارات تدفع الجزائر باش تاخد موقف رسمي لان الامارات درت موقف رسمي وخاص الجزائر تردع لها بموقف رسمي ولكن الجزائر شفناها كمدتها لقلبها وبقى تسكتها فالامارات تدفع الجزائر باش هي اللي تقطع العلاقات لان بكل بساطة الامارات عندها استثمارات بالجزائر ولا بدراته هي وقطعت العلاقات فهذا الاستثمار غادي تضرر وممكن القانون يعطي الحق للجزائر فهذا النظام كيخلق مشاكل وكيدير ردود أفعال على مواقف ديال هاد الدول تجاه الصحراء المغربية فنفس الشي قدرت الجزائر مع السعودية في امور لا تعني حتى المصالح الجزائرية فالتقارب المغربي الاماراتي والزيارة الملكية التاريخية هي اللي رهها خدامة أو اللي ختمت لأشهر مباحثة مفاوضة والنتيجة هي الاتفاقيات والتي تعليم عليها فهذا الاتفاقيات مع الامارات أو التعاون المغربي الاماراتي كي يعاون المغرب باش حتى الدول أخرى تاخد مواقف إيجابية في قضية الصحراء المغربية فهذا الشي كامل خلقت راكمات لدى الجزائر اليوم الجزائر في امتيحانية إما تقطع العلاقات ديالها مع الامارات وإما تضرب بسكتة وتبقى سكتة لكن الأهم هو أن المغرب هو سبب العدب للجزائر المغرب هو سبب أزمتها المغرب هو سبب استنزافها وغادي تبقى الصحراء المغربية كما كانت دائما ترجمة نانسي قنقر